فالسؤال بختام هذا الحديث بعد هذه التصريحات في حل من اتنين يا انه المسيح بيكون صادق يا انه بيكون كاذب لا يوجد يعني شيء اسمه حل ووسط وان قلنا كاذب عندما تقرأ الاناجيل وبتدرس حياة يسوع المسيح وصيرت يسوع تنبهر امام هذه الشخصية الفريدة المتميزة هذه الشخصية اللي ولد ولادي عضروي ولد من عضراء اللي عاش حياة بلا خطية اللي تمت فيه نبوات العهد القديم اللي هو الاله الكامل والانسان الكامل في اتحاد كامل وهو الوحيد الذي ولده يعني النبوات كل اللي تتكلم انه مش بس جسد كلمة طلعت تاخد جسد لكن عشان يقدم خلاص موت بديل عنك وعني وهو ايضا الوحيد الذي قام من الاموات وهو حي الى الان فاكيد رح توافق معاي مش ممكن يكون هاي الشخصية كاذبة فاكيد منيجي للحل آخر اذا كان هو صادق انت امام مسئولية اما ان تؤمن به او ترفضه لكن تعمل لي شيئاته نبي ولا تعمل ليها ديانة مع سائل الاديان لان المسيحية هي حياة هي علاقة اتصال بإله حي موسيقى 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 موسيقى